اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد اهلا بكم مطابعينا محبينا من كل مكان اهلا بكم لكل حد بيشوف الفيديو بتاعنا لو انت لسه جديد معنا على القناة ما تنساش تضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يصلك مننا كل جديد زي ما انت شايفين كده هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي ان انت تأكل العصافير بالسرينجة او التأكل اليدوي يعني ممكن ان هما يفضلوا مع اهليهم برضو اللي هما العصافير الكبيرة وانت بتاخدهم كده خمس دقايق بس بتأكلهم الاكل اللي انت شايفوا ده هنقول مكوناتهم النهاردة وهنقول ازاي تأكلهم اه والعمر قد ايه المناسب اللي انت هتأكل فيه امتى يعني تبتدي تتعامل مع الزغليل الصغيرة زي ما انت شايفين ده ما شاء الله الريش بتاعهم بدأ يكبر شوية اه اه كنا عملنا فيديو قبل كده قبل ما يبقوا في العمر ده وهتشوف الفرق في الريش والتلوين والحاجات ديت اه يوم بيوم اه زي ما انتو شايفين كده انا بحاول دلوقتي ان انا اعودهم على التأكيل اليدوي يعني ان انا دلوقتي بحاول اني اه افتح المنقر بتاعهم او الفم بتاعهم علشان بعد كده هتشوفوا دلوقتي ان بعد كده هتلاقيه بيجي علي انا على طول من غير محتاج ان انا ايه اه اتعب معا كده يعني هتلاقيه بيفتح الفم على طول علشان ياخد ايه الغيزة بتاعهم ده بيبقى في الاول بس بيبقى صعب يعني بتدي مسلا لكل عصفور من ده على قد حاكته يعني هنا شوف انا قدت له قد ايه يعني نقطة نقطتين بالكتير بيبدأ هو ايه يبلع وكده فانت بتشيل السرنجة من الفم على ما ايه الاكل يوصل الحوصلة وبتحاول برضو معا واحدة واحدة كده لغير ما تحس انه خلاص شبع او تحس ان الحوصلة اتملت الحوصلة اللي هي قدام دي على طول ساعة انتلاقيها انت فخك كده يبقى هو ايه شبع يعني واتملأ من الغزاء بتاعه ده اللي هو عمره كبير شوية بحاول معا برضو واحدة واحدة وبعدين اسيبه واروح للتاني وبعدين اكله كده لغاية ما ايه دوت الاكل يستقر كده ونشوف هيكون جعان ولا لسه ونكمل معا طيب المكونات اللي احنا بنعملها دي ايه انت بتديله مكونات تساعده على طلوع الريش والتلوين وانه يتغطى بالريش كل ما ريشة جديدة تطلع ده مفيد جدا ليه كوية للعصفور ليه بسم الله ما شاء الله اشوف الالوان بدأ اتظار ايه ايه ليه كل ريشة جديدة مكسب علشان كل ريشة بتطلع بتفادي مثلا البرد اللي موجود دلوقتي يعني كل ما يبقى الريش يطلع اسرع يبقى احسن علشان انها تفادى البرد والمشاكل اللي تحصل للجلد هنسيب العصفور اللي احنا اكلناه ونروح للتاني نحاول ان احنا ايه ناكله هنا انا بخليه يتحسس كده بالمنأرة بحيث انه يعرف ان ده مصدر الاكل بتاعه يبدأ ان هو ايه يفتح المنقر بتاعه الصغير ده عشان لسه صغير عن التاني بيغلب شوية في التأكيل لكن بالراحة كده هتلاقيه فتح الفم بتاعه معاك وبكل سهولة ان شاء الله تروح من على الشمال كده او من على الجنب وتبدأ ان انت تفتح المنقر واحدة واحدة وتحط ايه الاكل بتاعك انه طبعا هو صغير الاكل اللي انا بحطه كتير عليه فهو بيبدأ ياخد على قد طاقته بس وتشوف لو لاحظت لاحظ كده للحوصلة هتلاقي الحوصلة حجمها بتغير يعني النقطة بتنزل بتملأ الحوصلة هو بيحاول دلوقتي واسبه عشان يعرف ياكل والتاني هحاول معه ثاني هنشوف كده هينفع عايز كمان ولا خلاص كده ده كله يتم مثلا في خمس دقايق يعني ما تسيبهونش بره كتير علشان البرد ده هو يعني لازم لو انت ماسك العصفور كده يكون دافي جسمه دافي في ايدك ما يكونش برد البرد احنا مش عايزين البرد يوصله تماما واثناء تطلعك للعصفور من القفص لازم تكون مغطي بحاجة علشان البرد والهوى الشديد ده ما يطلهوش هنحاول المعادة تاني حاول اللي هنأكله واحدة واحدة كده آآ لغاية ما المنقر تلاقي المنقر يتفتح معاك بس بالراحة بعضه يعني عشان ما تخلعش المنقر يبقى احنا كده ضررنا العصفور واحدة واحدة هو هيبدأ يتحسس المزاج بتاع الاكل نفسه ويبدأ يفتح المنقر بتاعه طيب انت عايز تمد العصفور بالاملاح المعدنية والفيتامينات والغزة اللي هو البروتين اللي هو اساسي في تكوين الريش والحاجات دي آآ طيب الكل ده هتعمل خلطة عبارة عن ايه؟ الفيتامينات والاملاح المعدنية ممكن ان انت تحط من المحلول اللي بيجي من البطري او الدواء اللي هو اللي بيبقى فيتامينات مكتوب عليه فيتامينات تحط منه مقدار مسلا سنطي على الخلطة بتاع تكديد. وطيب الخلطة بقى عبارة عن ايه? آآ بتجيب بيضة بيضة مسلوقة بتسلق آآ البيضة وتقشرها وبعدين آآ يعني تكسرها خالص بالشوكة او السكينة تكسرها خالص بحيس انها تبقى فتفيت صغيرة خالص. وبعد كده لغاية ما تحس انها خلاص يعني يعني ما تسوهاش اللي هو السوى الكامل لا نص سوى كده وبعدين ايه? تعملها تكسرها كلها في بعضها. طيب هنحط ايه على البيض او البيض ده مصدر ايه? يعني مصدر لايه للعصفور? ده مصدر للبروتين اللي احنا قلنا عليه ان الطائر بيبقى محتاجه في اول فترة من حياته. آآ طيب بعد كده هنحط ايه? ده خلاص هو شبع معدش آآ عايز يقبل خالص. هنحط على البد ايه? هنحط عليه جزر. ايه او اللي هو الايه? الجزر. هتبدأ ان انت ايه? تدفي الجزر دوت ما تحطش الحاجة دي سقعة لازم تكون دافية. زي ما انتم شايفين كده. وتعملهم في الخلاط لغاية ما يبقوا ايه? بالشكل ده كده. طيب الخلطة دي هتعود معك فترة طويلة تتحط في التلاجة ولما تجد استخدمها تدفيها بس على النار كده ما تسخنهاش اوي. وبتبدأ ان انت بقى لغاية ما تحس ان القوام بتاعها وفي ناس بتحطها على خلطة دي بسكوت كمان. بسكوت السادة ده عشان تزبط القوام بتاع الاكل بتاعك. ما يبقاش سايب قوي علشان ما يعملش معاك اسهالات وحاجات من دي ولا يبقى جامد قوي بحيس انه ما ينفعش يدخل في السرينجة. وبرضو مع كده بتحط للعصافير اللي هي الاباء اللي هي العصافير الكبيرة اللي معاهم زغليل بتحط لهم بيضة مسلوقة في القفص. يعني انت بتدي بس نص سنتي ولا واحد سنتي كده. والعصافير الكبيرة بتدي لهم برضو بيضة مسلوقة كده تقسمها نصين. وتسيبها في القفص. هما بيأكلوا بيتغزوا منها وفي نفس الوقت بيغزوا ايه الصغيرين. طبعا ده هو اتعود على ايدي خلاص. هيبدأ ان هو هتلاقيه شوف يعني يعني عارف طريق الاكل خلاص عايز ياكل. واخد على العملية بتاع ايه التأكل يا دا وده. وآآ بتحط ايه تاني على بتحط شوية مية بس صغيرين على الخليط بتاعك ده. علشان خاطر ايه انك تاخد القوام المزبوط. ما تكترش المية قوي علشان برضو ما تعملش مشاكل معاوية وكده. وبتبدأ ان انت ايه واحدة واحدة كده مع العصفور وبالراحة لان العصفور بيبقى عامل زي المية في ايدك. يعني بيبقى عبارة عن كتلة مية كده. خايف ان هي ايه? اه تفرقع. يعني خلي بالك. لان التعامل مع العصفور لازم بحذر. بس ده كان فيديو النهاردة ولو لسه مشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل مننا كل جديد واضغط لايك للفيديو. شكرا.